اهلا وسهلا بحضراتكم وعرف حضرة شيخنا ومعلمنا الشيخ خالد الجندي نعود الى قضية التلاق هو سؤال واحد كيف نستطيع ان يتحول بنا الامر الى فعل ان نحول هذه الكلمة الى لا لا يعني ملهاش حكم خالص ده يقدر نقدر نوصله يا شيخ خالد الحقيقة لا انا مش لا اتمنى ان احنا نوصله يعني انا لا اتمنى ان الناس كلها تلتزم بالرأي اللي بقوله لانه هذا الكلام فيه افتئات على المجتمع وفيه نوع من انواع السلطوية المرفوضة انا رافض ان انا اكون السلطان الامر بامره اللي الفتوى المجتمع كله بيسمع كلامه بيقول للعزل من عبدالسلام دي مش فتوى دي مش فتوى حنلتزم بيها ده قانون دولة اقارت سنة 34 ده صحيح الزواج يتم بالورقة ده صحيح فالطلاق يتم بالورقة بس وهي دولة حاليا لا تعترف بالطلاق الشفائي ايوا ايوا يعني ما بتعترفش بيه يعني ما انا قلت الحضرتك وقلتها لناس كتير بنتكلم في الحكاية دي جيت انا لوقتي قلت المرة انت طالق وجيت مدت بالليل تورسني بيبقى الدولة ما بتعترفش بالطلاق الشفائي صحيح الدولة كله والمجتمع ده مسألة تنظيم تنظيم ومجتمع احنا بنلفت نظر الشيخ اللي نقدر نعمله قصارى ما نعمله احنا بنلفت نظر الشيخ نقول يا فضيلة الشيخ يا فضيلة المأزول يا فضيلة المحامي اي واحد بيتصدل هذه القضية يا سيادة القاضي اللي بأي حد بيتصدل القضية دي بنقوله ان انت بتخالف القانون اذا حكمت باقاع الطلاق الشفوي لان الحكم باقاع الطلاق الشفوي اهدر للعقد الرسمي يبقى فيه عقد رسمي وكلام بقيقي بالبلد كده الكلام البقيقي الكلام الشفوي اهدر الوسيقة الرسمية اللي عليها ختم النصر عشان كده انا كنت بقول للناس ممازحا باتحك وارجو انهم ياخدوهاش كأنني بتتاكم يعني بقولهم ما اجتمع زوج وزوجة الا وكان النصر ثالث هما طالما فيه نصر احنا بنتكلم علشان كده انا بنبه للناس وقولهم حكتين اتنين حكتين اتنين اصلا انه في الحلقة في مرة واحد دخل اخ سعودي له وحكولي الاحترام والتقدير قلت له لا انت اخد بالك في حكتين الكلام ده بنتكلم على فقه المصريين حتى الكتاب نازل كده فقه المصوق كتاب كده فقه مين المصريين عشان ما حدش يجي مفتي في جهة ده ولا دولة من الدول السعودية ولا البحرين ولا الكويت ولا السودان ولا ليبيا يقولك انتو بتتدخلوا في الفتوى احنا عندنا بنتكلم المصريين فقط دي رقم واحد رقم اتنين في ابطال التلقى شافوا للمتزوجين بالوثائق الرسمية احنا متزوج بالكلام يطلع بالكلام نزعو بي فهم اتنين بس اللي تابعنا يكون مصري ادي واحد ويكون متزوج بوثيقة رسمية ليه لانه احنا بنتكلم في الوسيلة مش في اصل الشيء يعني احنا بنا احنا مش عاوزين المرأة تتحول الى الفرخة اللي بتتدبح في كل المعركة يعني المرأة على طول علي غلطانة الرجل يطلقها هي مش عارفة تثبت لو عشرته تبقى زانية لو امتنعت عنه وتبقى ناشز والله العظيم نظام غريب الست مش عارفة تثبت جزها طلقها واحدة تقولك الجزي طلقني 18 طلق واللي تقولك الجزي طلقني 32 طلق الست مش عارفة تثبت مهو الرجل بيطلقه وما عدين في قط النوم مين يحبقى معاهم وحتثبت ازاي ده نص ستاتنا بيتضربوا مش عارفين يثبتوا انهم اتضربوا هنقولي اكتر من كده احنا في مهزلة فالست لو عشرت جزها بقت زانية لانها عايشة في الحرام ولو امتنعت عن جزها لانها عارفة انها مطلقة حتبقى في منظر المجتمع ناشز وهذا الكلام لا يرد الله والظم ده طب كويس وهجرون في المضاجع ولا تتخفون روعت الآية بتأملها كده نعم ولا تتخفون هجرون في المضاجع يعني نام جنبها في السلية في السلية دهرك شوف الجمال مش يجرون هنروح نمع الكنابة في المضاجع فاعظوهن والتي تخفون ان شو زهن فاعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن هس استنى بقى عشان ايه الناس بتعتمد عليها وقالك القرآن اللي ضربهن هل بنضربهم الدرب يا أستاذ محمود انقسم فيه العلماء الى رأيين سيدنا أيوني على عيني الله يفتح عليك لا في القرآن الدرب في القرآن حينف انه حضربها فقال له خد حزمة وضربها حميت حزمة الحياة الله يفتح عليك وكريمة ما في القرآن مش من عندنا انا مكنتش فكر البليل دا واتت اللي فكرتني دي هو فيش غال يعني وده من كمال من كمال عقلك ربنا يديك الصح الله كريمة دي شغال اه شوف حضرتك في سورة صاد ربنا بيقول لسيدنا اه ايوب وخذ بيدك ضغطا فضرب به ولا تحنث ان وجدناه صابر النعم العبد انه أواب الضغط اللي هو ايه الضغط اللي منهاش قيمة اللي عبتيجي على وش المية كده الزبت اللي هي الزبت دي بيسموها الأضغاث وقالوا أضغاث وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين أضغاث وأحلام الضغاث جمع ضغط الضغط هو الشيء الذي لا قيمة له يعني الأش وما أشبه ذلك ولا وزن ولا أيها فبيقول له ربنا بيقول له واخذ بيدك ضغطا ضغطا انهم ميت عود أش اه ميت عود أش فضرب به ولا تحنث تك كده الغريب ايه هو قال له فضرب به ولا تحنث في الآية في السورة هنا في السورة صاد هنا علشان أقسم بالله لأن سيدنا أيوب أقسم بالله فما كانش ما كانش فيه حنس في اليمين اه كان لسه ما طلعش الحنس اليمين جيه في سورة التحريم تمام إنما أيام أيوب ما كانش فيه حنس يمين حلفتها على شيء لازم تعمله تمام علشان كده اليمين اللي أقسم بأيوب مش معنى كده ان ربنا بيقره على انه يضرب مراته ربنا بيوقز المرأة وبيعمل يمين أيوب عليه السلام علشان كده علماءنا اللهم مرضى عن سادتنا العلماء في كل مكان علماءنا كلهم قالوا ايه قالوا يضربوا بمثل عود الأراك العود السواك لو الآية ازاي بيطبقوا الآية قال لك يضربوا بمثل عود الأراك السواك اللي بتنسكوا في ايدك ده ولا يقبح ولا يجبه لا يجتم ولا يضرب جبهة ولا يقبح ولا يتطاول على مثل الزراعين ضربة واحدة للإشعار بالزجر يعني عشان يحسسها ان هو ايه اوعي روحي كده عارف يعني اوعي روحي كده بدعم وش ورغم ذلك ورغم ذلك الحياة فيه آراء تانية بتقول انه الضرب ده مش بمعنى الإيلام ولا استخدام السواك خالص واستدلوا بالآتي أول استدلوا بيه ان الضرب ده جه في القرآن ب17 معنى آه طبعا جه الضرب جه القرآن بمعنى التوضيح ويضرب الله الأمثال لنا سبحانه جه الضرب في القرآن بمعنى التغطية وليضربنا بخمرهن على جيوبهن جه الضرب في القرآن بمعنى الإبتعاد والسفر وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح جهة ضرب في القرآن بمعنى الترك وكله بالضغط على فكرة وكله بالضغط ده درابة ويجي الضرب بمعنى التداخل زي ما بنقول جد والضرب اتنين في اتنين باربعة اتنين في تلاتة بيستة او ده التداخل وعشان قيب قول مضرب بيض مضرب البيض اللي سبتت عرفها في البيض بتدخل السفار في البيض تمام وجهة ضرب في القرآن الحامة يعني كثيرة جدا جاد في القرآن بمعنى الضرب مش عارفين بيه وقفوا عند الضرب بمعنى البوكس عشان رجال ما عندناه ست فصار ما عندناه ست فصار عايزين يضربه طبعا باستثناء بنت الشاطئ الله يرحمه الدكتور عائشة عبد الرحمن إنما طبعا حتى المسألة صعبة عايزين يضربه ويفتره ويشتمه وكل حاجة وإيه بقى وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن أناسا تأذروا منهم نساؤهم أولئك ليسوا بخياركم النبي بيقول تأذر تأذر منهم نساؤهم يعني الستات شاكت منهم إدهم طويلة بيضربوا عادة البدو عادة البدو النبي بيقول أولئك ليسوا بخياركم انتفت عنه صفة الخيرية إنسان شرير رأي النبي فيه إنه إنسان شرير وبيقول لا يضربوا أحدكم لا يجلدوا أحدكم ومرأته بالنهار جلد البهيمة ثم يضاجعها آخرا الليل النبي بيسميه كده جلد البهيمة أنت مش متجوز واحدة ست أنت كأنك متجوز بايمة ده لا يجوز النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سؤال بيسأله للسادة المشاهدين عمركو سمعت عن النبي ضرب واحدة ستة أبدا بالعكس ده لما سيدنا أبو بكر ضرب عايش قال له ما جيبناك اليازة أيوه أيوه بي عندكم كتاب اسمه نساء بيت النبوة لبنت الشاطئ كتاب كبير كده كتاب مليان حاجات حلوة شوف سيدات النبوة لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساب لهم البيت وقعد شهر برا البيت أيوه قعد في عشة وبعدين أنا أعرف أن الستين عيشة وسيتين حفصة كان هم عم حسينه مكبار دي بنت أبو بكر دي بنت عمر عمله يعني شغل ستات حصل يعني أبو سيدات في الآخر ربنا بيقول اسمعوا انت توب إلى الله فقد صغت قلوبكما وانت ظاهر عليه لو انتوا بقى حتصروا فأقول لكم من الجيش بتاعه بقى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير صلى الله عليه وسلم أمال يعمل إيه واضربوهن اللي جات في الآية بمعنى إيه اخترنا أنهي معنى فيهم اخترنا معنى المفارقة والابتاعات بتلومني على إيه مفيش حدولك لا 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 ده بمعنى الضرب الإله أيب الأول يهجرهن في مضاجع إذا ما جابتش النتيجة سب لها المضاجع والبيت وامشي زي ما النبي ما عمل لا يكرمك يا شيخي صلى الله عليه وسلم أستاذ عبير أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو مسؤال أكتر من مستفقار لو سمحك لما الزوجة وتكون بتحب جزها جدا أو العكس يكون بتعجب بشخص تاني ممكن يكون شابها قولتها أو هو بيعجب بزميلة المدام عشان هي بتحكيره عنها وبيقاوم الاثنين الشعور ده هل ده داخل من الكبائف أو حاجة غير يعني سيدة أو رجل تشغله امرأة أخرى لكنه مجرد انشغال بالنشغال ما فيش أفعال لا 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 طبعا طيب يا عبير الشيخ خالد حرد عليك مين كمان السيدة نادية عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته التواصل بإذنك مع الشيخ مع حضرتك كيف أن ستداري هن لو سمحت يا شيخ أنا يعني متجوزة بقال لي دولات 25 سنة جزء أكبر مني بتلاتين سنة إحنا خلفنا ولدين المدوات في الجامعة في السنوات الأخيرة حصل طلاق مرتين على مأزول وبعدين إحنا دايما نبحث عن مشاكل ما بيننا وكده برد ان هو يوصلنا ان انا دايما نعطي منه الطلاق وبعدين في الفترة الأخيرة دية هو كان حصلت مشكلة ما بينه وبينه فقال انت في حكم مطلقة فأنا بقول له مفيش حاجة اسمها بحكم مطلقة قال لي طب طالق 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 ثلاث مرات ومشيت وسبت البيت قعدت برا البيت حوالي شهرين ونفس وبعد كده يعني في ناسة دخلت ورجعنا تاني وبعد كده قال لي بقى ان انا ما كنتش أصلا أصد الطلاق ده انا كنت بقى أصد ان انا مثلا أديئك أو حاجة زي كده لحد برضا ما سمعنا ان انا حضرتك على موضوع الطلاق الشتوي والكتاب اللي حضرتك نزلته وببنية وكده بس فأنا عايزة تطلم برضا طيب يا سيدة نادية تسمعي ما يرضيك مشيك غالد ان شاء الله ناخد التليفونين دي نرد على العبيب بتكلم في نقطة قويسة أوي موقت الشغال العقلي هو عجبها واحد راجل مثلا أم لا مش عجبها هي ممكن ست عجبها واحد راجل عجبته ست وده بيحصل كتير جدا لما يكون الأسرة قاعدة بيشوفوا فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني البطل مثالي في تعامل زوجته فالزوجة بتتمنى مثل هذا زوج وزوجها قاعد جنبيها بيهدئنا نعم مش بنتكلم في ده نعم هو حسنين صاحب جزء عجبها ونشغلت بيه آه ما أنا بعمل أو هدى لا أنا بقى هدى صاحبة عجبتني صاحبة مراطي عجباني آه تمام مش ممثل شوف حضرتك من رحمة الرحيم سبحان إنه لا يؤخذك بالخواطر وقالك كنا كلنا رحنا في داهيا في ستين من رحمة الرحيم والله لو خلقت القلوب من زجاج لا تدافع الناس وتقاتلوا لأنه هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيسطر القلوب فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام النبي ما أحب غير امرأة زوجاتي ولا نظر إليهن وحتى ربنا يقولوا لا تمدن عينيك إلى ما ماتت عنه به أزواجا منهم ظهرة الحياة الدولة اللي نفتنهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام في العدل ما بين زوجاته والقسم بينهم كان يقول اللهم إن هذا قسم فيما أملك فلا تحاسبني فيما أملك إني بيحب واحدة أكتر من واحدة هو أهل عائشة ويعني بس ده ما بيجيش ما بياخدش حق اتقى واحدة تانية ولكن ورد في الحديث أن الرجل إذا نظر إلى ما يسره أو إذا نظر إلى امرأة صرته في نفسه ورجع وآتى أهله إلا غفر الله لا لو الواحد صرف طقته في الحلال الذي أحله الله آه زي محمود عبدالعزيز في فيلم جنة الوقوش قالك أنا بسخن يوعد يعكس الستات تحية للنجمين الكبير وحمود عبدالعزيز آه فهو الحقيقة إن الواحد لو حصل له حالة سلامي شيخ خالد يعني لو أنا شفت ستة عجبتني آه وروح لو قلت لمراتي بحبك وزيك وجبت لها حاجة حالة ترجمت هو ده بقى ترجمت أخد حسنة ترجمت بالضبط ترجمت هذه الأهواء إلى طاعة تحويل الأهواء إلى طاعة لله عز وجل تحويل الأهواء إلى عبادة يرتجى فيها مرضات الله عز وجل أما واحد آه يشوف واحد آه يعني بيعمل زوجته بحنان ولا بحبه وروح يطبق ده مع زوجته لما واحد يشوف واحدة جميلة ويروح يقبل زوجته تبو إذا شغلتني المرأة أو شغلها الرجل آه يعني فضل في ذهنها شهر اثنين ثلاثة أي حاجة هي مش مسؤولة إحنا بقى كلها مواعز حتسمع مني مواعز المواعز عزنا الله يكرم الله يخليك أنا المواعز إنه يحاول إنه يبعد الصلة بهذا الشخص علشان ما يحاولش إنه يقعه في برافيني علشان الأمور ما تتطورش لإنه خلاص بقى ضعيف قصادش أنا بحب في واحدة عجبتني أبعد عنها أبعد أتخذ قرار إن أبعد عنها بأي طريقة إني استطعت أحمي نفسي بقى أغد بصري ألتقي اللي عز وجل ربنا قال إيه واستعينوا بإيه وبإيه بالصبر والصلاة إذا كان الشاب اللي مش متزوج الرسول لم يصرح له صلى الله عليه وسلم بارتكام أي حماقة إنما قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء فمن لم يستطع فعليه بالصوم اقتراح النبي الإنشغال بشيء آخر فباجي للشاب اللي مش متزوج وشباب كتير جدا بالملايين أجأ أقول له إيه بقى عليك بإقرأ جزء كرآن كل يوم حافظ على الصلاة في أول الوقت في المسجد غض بصرك إلعب رياضة عليك بأصحاب السوق بأصحاب السوق يبغوزونا كل اللي فات عليك بأصحاب السوق يبغوزونا كل اللي عملت والصوم والرياضة وكل فطبعا الله محفظنا من أصحاب السوق فعلى الإنسان إنه يختار خيارات بديلة إشغل نفسك أنا بقول لحضرتك إن الإنسانة عليها النتري طب افرد بقى حصل مفيش فايدة عمل كل ده ولسه عليها مشغول بحد ده ده خارج من إرادتك ده لا يكلف الله نفس إلا وسعها قال صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصحاب الرحمن يقلبوا كيفا ما شاء فما فيش حد له خطر في حاجة هنا بقى ما نقدرش الحب معلهوش ملام زي ما بقوله أو حب معلهوش بريك ما فيش فرامل ما فيش حاجة تقدر تقفل محابس بس نبعد شوية عشان خاطر خطر سيدنا الإمام الشافعي بيقول إيه إن العيون على القلوب لا واحز وشهيدوها لك بيين وبغيدها وإذا تحدثت العيون وتفاوضت وتحدثت عما تكن قلوبها ينطقن والأفواه صامتة فما يخفى عليك بريئها ومريبها والله يا عاشق والله يا ما تفشل الله يرد وردك العاشق صحيح طيب الأستاذة نديا بنت طلقت بقى هي الحمد لله رب العالمين إن التالتة دي كانت شافوي وكرم ربنا كمان إن الزوج نفسه أقر وقال يا جماعة أنا لا أقصد ولا بتاع والمولى سبحانه وتعالى في دينه رحابة وسعى ويسر وسهولة والحمد لله اللي جعل لنا فتوى ترجع الناس لبعضيها وتمنع خراب البيوت الحمد لله اللي خلى من أمة الإسلام من يمنع خراب البيوت فطبعا أنت على حقه الحمد لله أي طلقة شافوي لا قيمة لها لازم زي ما اتطلقتي إحنا بنكلم أتنين بنكلم المصريين أدي واحد وبتكلم المتزوجين عندي واحد اسمه المأزون بس عشان نبقى واضحين طيب يا ندي أنا أتمنى لك أيام سعيدة مدام ندي الأستاذة شيماء أيوة أهلا وسهلا سهلا خير أستاذ محمود مساهل فول يا فندمد الشيخ خالد مع حضرتك سهلا حضرتك يا شيخ خالد أهلا يا بنتي أهلا وسهلا الحقيقة أنا كنت عايزة أسأل حضرتك في حاجة هي غريبة بس مش عايزة حضرتك هتقول لي إيه أنا متجوزة بقى لي حوالي 12 سنة وعندي أولاد بس بقى لي حوالي سنتين مفيش أي حاجة بني وبين زوجي في فطور وزفاء وكل دا طبعا كان بسبب يعني الواحد مكسوف برضو أتكلم في حاجة زي كده بسبب السياسة بسبب إيه؟ السياسة السياسة؟ أه طبعا وليه مكسوفة تقولي حاجة زي كده؟ السياسة حاجة أبيحة لا مش حكاية زي كده يا أستاذ محمود بس يعني حاجة تكسف برضو أن البيت يتهدأ ويتخرب بسبب سياسة وبسبب مين مع مين ومين ضد مين دا في أسان أهل والزمالك أهلا طبعا العلاقات سائت الحياة بقت روتينية بقنا بعيد عن بعض بقى البيت عامل زي اللوكندا دا اللي طالع دا داخل دا نازل دا الحياة مش عادية وعملية جدا ومفيش إحساس بالست اللي قاعدة في البيت دي خالص بعمل كل اللي علي بشوف طلبات ولادي بروف شغلي برجع بعض وفيه فتور مش طبيعي وبعد على طول وفي آخر فترة طبعا كل واحد بقى أنا منفصلين تماما ولما جيت أتكلم في حكم الشرعة وحكم الدين في الموضوع دا طبعا هو رافض موضوع الطلاق خالص رافض موضوع الطلاق هو رافض عشان بيقول إن أنا اللي باهد البيت أنا ما بهدش البيت البيت كده كده مهدود وبعدين أنا مش فاهمة معنى كلمة هد البيت هل دي حياة إحنا عايشنا كده مضبوطة هل دا صح وأنا خلاص ما بقاش عندي أي قابلية أنا مش عارف أفكر مش عارف أفكر بس أنا بتفتع القرار طب يعني ما تقدروش تعمل يعني السياسة متغيرة ومتقلبة ما تقدروش تعملوا يعني لقاء تتناقش في كده توصل لحلول وسط يعني السياسة دي يعني لا تفسد العواطب لا خالص يا أستاذ محمود لأن كل يعني هو ثابت على رأيه تماما وأنا حتى يعني بطلت أتناقش بطلت عامل مشاكل بطلت أرد بقيت أبعد خالص حتى هو مثلا أنا مكون فاتحة التلفزيون يقول أنا مش هتفرج على الحاجات دي أنا مش هاسمع الحاجات دي يقوم خد بعض ونازل أصدر أنا عدال واحد حضرتك عارف المواقف اللي بتبقى متتالية دي في الحياة كل يوم كده كل يوم كده أنا فهمت إمتي إيه وهو إيه عندي إحساس كده أنا بابايا ظابط أنا بابايا ظابط جيش حاجة عظيم حاجة عظيم نعتبر بلاغرس بحضرتك المكالمة اللي نعتبرها بلاغرس طيب يا سهل السيدة رجاء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عيزة أسأل أستاذ خالد سؤالين الشيخ ما حضرتك يا بني طيب أهلاً وسهلاً يا سيدنا الشيخ مرحباً بيك يا سيد مرحباً أنا كنت متجوزة وجوزي قال لي أنت طبق بالتلاتة نعم وبعدين سكتنا على إنه هي طلقني فما فيش عاد بتاع حوالي السنة طلقني يا ابني طلقني يميز ويميز وبعدين إيه ما طلقنيش عشان إيه عشان ما يدفعش المؤخر فأنا رحت عاملة عليه خلعة وبعدين عملنا جلسات وروحت قابلت للقاضي اللي هو في المحكمة الأسرة بتاعتي الأسرة وقال لي كلام وقال لي قولي ورايا أنت مش هتاخد حاجتك لطوله ما أنا عارف أنا جاي عشان أخلص يعني أما قال لي كلام بس أنا ناسي اللي هو الهولي يعني وبعدين بعد كده في جلسة تانية وقال لي خلصت يعني المؤابلة بتاعت القاضي فالمحامي قال لي في جلسة تانية وفي أوراق هتطلع لسه وتروح السجل يعني المسكلة لسه ما تحلتش فأنا بسأل حضرتك هل هو دلوقتي أنا هو لي علي حق أو أنا يعني له حق عليك يا زوج الحكم صدر بتاع الخلع يا أستاذة الحكم هو ما صدرش رسمي آه تمام يعني الأوراق ما خدتهاش تمام آه فهو يعتبر له حق علي آه تمام مثل في التصدق طيب يا أستاذة رجاء مادام رجاء الشيخ خالد حرطة لحضرتك سؤال سؤال لطيف جدا آآ بس نود ده على الأخت الموت ساعتاشر سنة آآ ساعتاشر سنة جواز اللي هو الخلاف السياسي هو الحقيقة التصدق ده حصل عندنا في الشارع المصري لأن احنا ما كناش عندنا دربة في السياسة كناش نضيفهم حاجة في السياسة فطارق جي دخل علينا انقصمنا بطبيعة الحراكة السياسة طارق الزكرة لا طارق الزكرة انقصمنا ناس معه وناس ضد ناس قالت آه وناس قالت لا ايا كان الاتجاهات اللي اختارها اي انسان هو حر انما الحياة خدت عندنا شكل اكثر حدة وعنف فلاقينا كل اسرة فيها واحد ماي الاتجاه والتالي ماي الاتجاه وبدأ الشجار حتى وصل لأسر وكزان وشوفنا الكلام ده في الاهل والزمالك في الكورة ده يشجع اهل وده يشجع زمالك ممكن الزوجة تطلق او تهان او لا بسبب الامور دي احنا عاوزين نعود نفسينا من التجربة دي تجربة نافعة جدا لو ادرنا نستثمرها في تدريب انفسنا على فن الاختلاف بلاش لما اختلف معاك اطلع كافر عشان خطري الله يبرك لك بلاش لما تختلف معايا اطلعك علماني ولا اطلعك زنديق بلاش لما تختلف معايا تتهمني ديني وعقدي بلاش اعمل عليك حارس شريعة وتعمل علي حارس عقيدة تعالنا وانت الى كلمة السواء نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا تتأمل شخلت كلامك وتتأمل ان المولى عز وجل لما نزل القرآن كان ممكن نزله متفسر اه طيب بس تخلص القصة وخلص القصة وما حدش تتكلم اه سابوا لي كده عشان ناس تختلف فترحوتي ده ده الاصل الله عليك كل الكتب السماوية على فكرة مش بس القرآن الكريم كل الكتب ولا يزالونا مختلفين ولذلك القرآن عندنا نص واحد انما عندنا تمانية مليون تفسير محدش يقدر يدعوه هو ده كلام ربنا والباقي هاكس لا كله كلام ربنا اهلا وسهلا انت في انت كده شوف انت دروتي واضربهن عمد وادتنا في انت اه انا حر يا سيدي في فهم شوف مايجيش واحد باقي روح فائت عليه كونك لا 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 الكلام ده ما سامعنا به من سبقك هذا واحد كانت دايما يطلع علينا في كل حلقة كده يقولك ايه من سبقك وما بي هذا من سبقنا وبعدين حكاية العقل الجامعي اخبر اخطر بضعة طلعت في المجتمع يقولك ده كلام لازم نجتمع عشان نقرره ليه نجتمع الاجتهاد حالة فردية ايه نشتاين اجتهد لوحده جاليليو اجتهد لوحده ايدسون اجتهد لوحده لويس باستور اجتهد لوحده ما استناش العالم كله بيضيع المصابيح بالزيت لو اسمه ايه بتاع ايدسون ده قالك ايه مع العقل الجامعي يبقى مش حيبقى فيه تميز يبقى المجتهد ده حالة فردية تخالف نظام المجتمع او فكر المجتمع هو ده الابداع بيجي من هنا والدين اللي ناخد الابداع ده لو مريحنا ناخده لو مريحنا ناخده طالما لا يعارض الدين ولا يتصادم معاه فالست الامير طالما اقر الناس ان ده عالم خلي باقى اه طبعا مش كل من هبه ده بيقول رأي ويمشي لا لا طبعا لازم يكون من الرجال الازهر زي الشيخال كده ولازم يكون عنده حاجة يعني عالم ولابس جبه بيضة كده شيء اه جبه بيضة وزراير جنجة وساعة سيراميك حضرتك اه ساعة سيراميك ده غير الالم بقى ده حكا اه 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 يعني خلي بالك الكلام برشي خلي فيه شروط فهنا هنا استاذة الكريمة الشايماء خلاص بقى ربنا معاه شايمالي اه فربنا سبحانه وتعالى معاه هي تهدي الامور ما تستفزوش يعني ويمكن حساسية عمل والدها عاملة مشكلة معاه ده ظابط الزباط دول حاجة معلش بعض الناس بعض الناس ليهم موقف ماعرفوش سبب وإيه ربنا هديهم يعني يعني معرفش ليه في مشكلة بواد بواد حاجة كويس جدا لكن يبدو ان في حاجة مست باباها بالزبط كده فعاوزين ان احنا بقى ايه وربنا بقولوا وقولوا للناس حسن بص حولك على حاجة صلاة على النبي عليه الصلاة الكلام مهم جدا يا سيد محمود انا متضايق منك وتز علام مني في الفاظ معينة رغم انها نقية وسليمة مئة في المئة لكن مستفزة ليك طبعا ملاش اقولها يا سيد يعني مش مش يقول لان اغلط ايوه انت فعلا مغلطش انما قلت كلمة استفزازية انت قلت كلمة هذي الكلمة طيبة طيبة وانت بربنا هديك ربنا هديك الطريقة ايوه انت عصم اه او الله صحيح واحد شو كيقول لك اتقل لها طب يا سيد ايوه الله مرزوك لتقوى انما طريقتك انت بتقول لتقل الله مش هي مش هي هو ده بالضبط اللي عاوز اقوله اخد لها اللي عادي هي كده احنا عندنا في حاجة اسمها الدلالة الدلالة دي دلالة بالوش بالمنط بالنتا كده يعني واحد ده لحضرتك واحد واحد اه بيقول شيخ بيقول للرجل بيقوله ايه اه كان زعلان منه فبيقوله ايه من احاق بيقوله يا مولانا الراجل زعل الشيخ يعني فالشيخ قاله ايه بيقولك ايه اه ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقوله من حق الناس بسحباتي يا رسول الله قال امك قال سمم قال امك قال ام سمم قال امك اش بصطريق يعني صلى الله عليه الصلاة فهنا الرجل اللي ما دفعش المؤخر ده اللي عملت خلعب سابتك تمام دي قضية حنفتحنا وانت الملف بتاعنا كمية طيب ان شاء الله نكتب عنه ملف المؤخر لان الناس فاكرة المؤخر ده مالوش علاقة بالمهر فاكرة المهر الجنيه اللي الدفع في الاول ده جزء منه ولسه حنتكلم عن اختلاف القيمة النقدية قيمة النقود واحد من 30 سنة كاتب مهر اللي مراته 5000 مؤخر اللي مراته 5000 جنيه وما دفعهمش كمان يجي النهاردة يرمهم لها لاخد المؤخر بتاعك 5000 جنيه انا عارف احنا بقى باللازم نفهم الناس انه لابد ان احنا نراعي هذه المسألة انت لو مثالي فاكرة 5000 جنيه تدون بعد 30 سنة ممكن نرفع عليك قضية لابد ان احنا ننظر في القيمة النقضية للمال ولازم نرفع قضية عشان نثبت للمرأة وصيق التأمين ضد غوائل الزمن بدل ما تتريمي وتتسكح في الطرقات بعد كده ولازم نفكر ان الست اللي بتشتغل عندك بالها 30 سنة دي وانت جدت تطلقها النهاردة لابد انها تاخد راتب لازم نحمي الرجل ولازم نحمي الطفل الاسرة دي مجموعة كيان ان ما صلحناهوش بتجديد خطاب ديني يعوض علينا ربنا الست وقفت دلوقتي ده اللي بيطلع القنابل يحدوها داعش ده اللي بيطلع العلل اللي هي ما يعلم بياله ربنا بالزبط انا عاوز اقول للست لسه ما تحكمش في الخلع ما تقدرش تعمل حاجة دي يبقى لسه زوجة وعليها امتزام زوجة ولسه امراته قدام ربنا سبحانه وتعالى بكتاب اللي وصل لما اذا خلت الورقة بالمحكمة النهر اخلعته انتهت القصة تقدر تعمل العدة بتاعتها وتتجوز اذا عايزت تعيش على راحتها زي ما عايزت خد يا الامر اللي زي فيه تستفتيان كام يوم يا عمينا تلاتة وستين يوم من تاريخ حصولها على ختم المصر بتاع المحكمة انه تحكم بالمحكمة بالخلع انتهت القصة تلاتة وستين يوم بالتمام والكمل الاسبوع القادم تعالي لنا بدري عن كده شوية والنبي الله يستمر معك شكراك الشباب شكراك بالخير السباح الخير